الصدر يلتقي العامري والمالكي يتحدث عن حكومة أغلبية والإصرار على تشكيل حكومة توافقية بالمقابل الصدر يكتب بخط اليد لا شرقية ولا غربية حكومة أغلبية وبنكي الريكاني وزير الإعمار السابق في تغريدة يقول أو يلمح إلى تحالف بين الصدر والبرزاني والحلبوسي والعامري تعليقك سيد الرأس مساكم الله بالخير تحياتك وقناتك المقرأ حقيقة اليوم هي الرسالة واضحة وثابتة من السيد مقتد الصدر حول موضوع تشكيل حكومة توافقية وأغلبية واليوم التغريدة اليوم شفناها بلونين اللون الأحمر والأخضر اللون الأحمر هي موقفة ثابت وموقفة غير قابلة للتغيير بخصوص المضي بتشكيل حكومة والخط الأحمر اللون الأحمر العفو الأخضر أن الحكومة ماضية وسارية بما يرتقيه وما يعني يلاحظه مناسب وقريب من التيار كحزب وككتلة فائزة وعدها يعني مقاعدها الأغلبية في الانتخابات لكن اليوم احنا يعني المنحدر السياسي والنفق المظلم السياسي إلى الآن لن يرى ولن يرى النور لأن الكفتين في البيت الشيعي هي غير متوافقة وغير ثابتة في الرؤية وزيارة السيد العامر اليوم يعني هي التغريدة حصلت بعد زيارة السيد العامر يمكن اليوم السيد مقتدى الصدر بهذه التغريدة شمع الباب مالتا أنه ما رح يستقبل فقط اللي رح يكونون يعني قريبين من برنامج واللي رح يأتي من بعد زيارة السيد هذا العامر رح يكون هو جزء من التيار وجزء من الأغلبية اللي يتحدث بها السيد الصدر وموضوع المعارضة المعارضة السياسية هي اللي رح تأخذ الجانب الآخر لمراقبة دور الحكومة وأداءها المقبل لكن هل المعارضة هي جناح سياسي مدني أم جناح سياسي يعني يعمل برؤية وإستراتيجية ومن منطلق عنده خطة يقدر يبني بيها ما رح تخفق به الحكومة نعم الجناح السياسي هذا ما نقدر يعني نستهين بإمكانياته لأن جناح عنده سلاح والسلاح اللي موجود عد الكتلتين هو إذا كان تنافر ولم يكن هناك توافق وتقارب سياسي داخل هذا البيت اللي أقصده البيت الشيعي ستكون يعني مخرجات العملية السياسية ومخرجات الحكومة المقبلة يعني مهددة لأمن البلد الداخلي ومزعزعة ومضيفة للتوتر آخر اللي هو يعني الانغلاق السياسي طيب سيد أرسل جد تحية بك ثانية سيد الكريم كيف وجدت انسحاب الحكيم من تشكيل الحكومة وهو الذي أولى الخطوات لحل حالة الأزمة على اعتبار أن حضرتك ذكرت قبل قليل هناك احتمالية كل شيء شبيرة أنه ينضم فتح إلى زعيم التيار الصدري لتشكيل حكومة أغلبية ولكن هل هناك أيضا شريطة أو شرط يوجب على استبعاد المالك من المعادلة؟ بالتأكيد اليوم اعتراض السيد مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري على الأطار التنسيقي هو ما عنده هدف ثابت في الأطار التنسيقي أو عفوا هدف غير محدد هو استهداف على شخص السيد المالكي يعني باعتبار دورتين رئاسة الوزراء وإلى الحكومة السابقة بعد تغيير السيد عادل عبد المهدي هي الحكومة إلى رئاسة الوزراء إلى دولة القانون فاعتراضه هو على سيد المالك لذلك اليوم يقول لك أي جزء رح يكون موجود من الأطار التنسيقي رح يجي عادة السيد المالكي هو مرحب في البيت الصدري لكن القضية هي أصبحت اليوم قضية استعراض بالخطابات وتحدي ما بين تشكيل حكومة أغلبية والطرف الآخر يقول تشكيل حكومة توافقية يعني يجب أن يكون هناك دور حيادي ويجب أن تدخل هناك شخصيات حيادية لأن اليوم البلد يعني من أزمة إلى أزمة ومن توتر إلى توتر وهذا الانغلاق السياسي ولماذا نقول شخصيات حيادية للتوفيق بين الخلفين لماذا لا نقول بأن أحد الأطراف هو الذي ستكون له الغلب اليوم لو نتوقف قليلا للحراك الذي جرى اليوم والأمس السيد هاد العامر يلتقي بزعيم التار الصدر السيد مقتدى الصدر بعد ذلك الإطار التنسيقي يخوض جملة اجتماعات المالكي يخرج بتصريح يؤكد فيه على حكومة توافقية الآن هم يجتمعون في بيت منزل السيد العبادي بالمقابل الكرد يسربون معلومات عن تحالف رباعي الصدر البرزاني الحلبوسي العامري هل نستطيع القول أن السيد العامري هو أول من سيقوم بكسر عقد الإطار التنسيقي والذهاب إلى حكومة الأغلبية مع الصدر السيد العامري هو أصبح ساعي بريد يعني يود ويجيب رسائل ما بين الطرفين لكن هو إلى الآن في العملية السياسية وفي التوافقات السياسية وفي الحوارات السياسية لا يوجد أبد ثابت يعني القرار بعد نص ساعي يتغير فاليوم قرار السيد المالكي حاول تشكيل حكومة توافقية هو باجتماع بتجديدة للأمان العام لدولة القانون يعني يبقى ثابت زعيم دولة القانون من جزء من مخرجاتها أن الحكومة توافقية نحن ذاهبين لحكومة توافقية والرسالة اجدت من السيد مقتدى الصدر بيد السيد العامري أنها حكومة أغلبية ونزلت بتغريدة السيد مقتدى الصدر يعرف أن أصرار السيد المالكي أن هذا الموضوع التوافقية لا محال لكن يعني هل سنشاهد السؤال هل سنشاهد حل حلة للأزمة في البيت الشيعي اتجاه هذه التصريحات ما رح تكون هناك أزمة للبيت الشيعي ما لم يتم تدخل يعني التدخلات الداخلية هي مدت فيه بالغرض لأن الأثنين هم زعماء كتلتين وقادت كتلتين يعني اليوم نحن نعرف التيار الصدري وكل الفائزين في التيار الصدري هم نواب عقائديين يعني مؤمنين بشخص زعيمهم ودولة القانون نفس الحالة لكن عدهم الكاريزمة السياسية اللي بعد العقائدية عن مشروحهم وعدهم موضوع الحوارات لكن التيار ثابت عن قرارة والتغريدة من السيد الكردي بخصوص سيد وزير الاسكان الكردي بخصوص أنه إضافة العامري فالعامري ما أعطاه يعني هو اللي ينطي الموقف الثابت بتوجهه مع السيد والصدر وإذا كان هناك أمل ما يمكن رح يغادر الإطار باجتماع تكون مخرجاته أنه يا أما نذهب مع التيار بدون المالكي أو أنا ذاهب مع التيار بدونكم طيب سيد أورس سيد هذه العامري ما أعتقرار بهذا البيت أو بت بهذا الموضوع نعم سيد أورس دعنا نتحدث قليلا عن موعد النظر في الدعوة المقدمة والمتعلقة بمدى دستورية الجدسة الأولى للبرلمان المحكمة الاتحادية حددت اليوم الأربعاء يوم الأربعاء القادم هو موعد للنظر في هذه الدعوة ولكن ماذا لو ردت المحكمة الاتحادية هذه الدعوة ما السيناريو القادم ما الذي سيحدث يعني ترد الدعوة بالاستمرار رئاسة البرلمان على انتخابهم أو بالتأكيد يعني هو اعتراض السيد باسم الخشان والسيد رئيس السن الدكتور محمود المشهداني هو اعتراض الأول اعتراض على شخص السيد الحلبوسي أنه هناك خروقات دستورية موجودة واعتراض بها لدى المحكمة الاتحادية والسيد المشهداني اعتراض على أنه يعني هو اللي رفع الجلسة هو اللي يستمر بيها وهذا الشيء موجود داخل النظام الداخلي موجود دستوريا داخل البرلمان ويبقى الرأي هو للمحكمة الاتحادية إذا المحكمة الاتحادية أعطت قرار بحل الرئاسة رئاسة البرلمان الحالية المنتخبة وعادة الانتخاب فأظن أنه السيد الحلبوسي عنده 200 نائب يعني منتخبة ما رح يكون متخوف من هذا الموضوع وإذا كانت الإشكالية حول دعوة السيد باسم الخشان فأظن رح يعني المحكمة الاتحادية إذا قبلت بها رح يتم استبعاد السيد الحلبوسي ورح تكون هناك احتمال محاكم وطعون ورح ندخل فيه مرحلة استدام داخلي وعرقلة داخلية لأداء مجلس النواب وبنفس الوقت رح يتجمد قرار المرسوم الجمهوري من قبل رئيس الجمهورية وحتى رئاسة الجمهورية ما رح يتم انتخابها من الشخصيات التي رشحت لرئاسة الجمهورية رح يتجمد أداها لحين تثبيت الرئاسة رئاسة البرلمان الجديدة والمضي بها نعم نود أن نشكرك على انضمامك معنا البحث السياسي سيد أوراس المشداني شكرا لجنابكم الكريم شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة